هذا وتحتفي المرأة في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة والذي يحتفى به حالياً تحت شعار المرأة في مواقع القيادة نحو تحقيق مستقبل متوازن في زمن جائحة كوفيد-19 وتعد هذه مناسبة لاستعراض نجاحات المرأة البحرينية في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات انطلاقاً من إرادة سياسية ذات رؤية ثاقبة ومستنيرة في مجال تفعيل طاقات المرأة ودمجها في مسيرة التنمية والازدهار الوطني ومنظومة دعم متكاملة يوفرها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدة وما حققته المبادرات المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها حيث استطاعت المرأة البحرينية أن تستجيب بشكل مباشر وتتفاعل من خلال مواقع عملها وأدوارها المتعددة مع متطلبات التصدي لجائحة كورونا بصورة أسهمت في تشكيل وتطوير النموذج البحريني للتعامل مع هذه الجائحة والسيطرة على تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية حيث تمثل المرأة البحرينية ما نسبته 75% من العاملين ضمن صفوف الفريق الوطني لمكافحة الجائحة وفي مجال التعليم تشكل نسبة المرأة البحرينية النسبة الأكبر مقارنة بالرجل العامل حيث ساهمت باعتبارها المعلمة والإدارية والأكاديمية في إنجاح استمرارية العملية التعليمية عن بعد وصناعة المحتوى التعليمي الملائم إضافة إلى تسجيل المرأة حضورا هاما على مستوى الفرق التطوعية المساندة للإحتياجات التعليمية للأسر البحرينية وفي مجال المشاركة الاقتصادية ارتفعت نسبة مشاركة المرأة البحرينية من إجمالية القوى العاملة البحرينية من 32.2% إلى 42.8% في عام 2020 كما أنهن يشكل ما نسبته 32% من العاملات في شركات الاتصال القائمة في مملكة البحرين وكان للمرأة البحرينية دور في قيادة العامل الخاص فقد ارتفعت نسبة مشاركتها في عضوية مجالس الإدارة في الشركات الخاصة لتبلغ 17% في عام 2020 وفيما يخص المشاركة السياسية للمرأة البحرينية فقد أوضحت النتائج بأن هناك ارتفاع عددي لنسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 8 إلى 15% خلال الفترة من 2014-2020 وإلى أداء نوعي تم قياسه استنادا إلى ارتفاع عدد الأسئلة والمقترحات المنفردة لعضوات مجلس النواب بالإضافة إلى مشاركاتها الفاعلة في أغلب اللجان النوعية الدائمة في مجلسي الشورى والنواب ما نسبته 23% فقد حققت البحرين مرتبة متقدمة مع نسبة سد الفجوة التي بلغت 63% كما أشار التقرير الدولي الذي صدر مؤخرا والخاص بالمرأة وريادة الأعمال والقانون 2021 على تطوير السياسات والقوانين لمساواة المرأة والرجل في مجال الدخول في سوق العمل وريادة الأعمال في مملكة البحرين